ده بخصوص أرقام أيمن أشرف وحمدي فتحي تعالوا بقى نتكلم عن تدريبات النهاردة وطبعا الأهلي مش تدريب واحد في اليوم تدريبين زي احنا عارفين بعد قرار كولر بتطبيق نظام اليوم الكامل فكمان معسكر مغلق كمان مش مجرد تطبيق نظام اليوم الكامل لانت تقعد في النادي تخلص وتروح البيت وكلام من ده لا انت بتروح لأحد الفندق القريبة جدا جدا من مقر الأهلي بالجزيرة من خلال معسكر مهم بيستعد الأهلي من خلاله لكل الأمور اللي تقدر تهيأه بشكل مناسب لموسم جديد إن شاء الله يكون مميز فالنهاردة كان فيه مران صباح يبتدى الساعة 9 الصبح مران كان فيه بعض التدريبات المهمة الفقرات الضروري تواجدها خلال المرحلة الحالية ليستعد من خلالها الفريق خصوصا أنت عندك مباراتين اتكلمنا عنهم مباراتين صعبين قوي قدام فريق الاتحاد المنستيري ما كنتش أتمنى أن المواجهة الأولى تبقى قوية بالشكل ده لو عندنا يا جماعة لقطات المران ياريت نعرضها المواجهة الأولى تبقى قوية كده في بداية مرحلة جديدة بمدرب جديد في عقبة صعبة جاية بدري بدري هتقولي إحنا طبعا النادي الأهلي إحنا أجمد فريق في أفريقيا وكلام من ده طبعا فيش غبار على كده ومتوفقين كمان على الكلام ده لكن في نفس الوقت تبص لي إنك جاي بمدرب جديد في بعض الصفقات الجديدة بلعيبة كانت مرايحة محتاجة فترة كبيرة عشان تستعيد حساسات المبارات كلام من ده لو تيجي تصطدم بمواجهة صعبة زي دي مواجهة فريق التحدي المنستير التونسي وإحنا عارفين طبعا مواجهات شمال أفريقيا دائما بتكون مواجهات غاية في الصعوبة فتحدي صعب في كل الأحوال لازم تكون مستعدلوا بشكل كبير فأخبار التدريب زي ما احنا اتكلمنا عنها يعني تدريب مهم جدا واستعدادات قوية من خلال بعض الجوانب البدنية والفنية في أرض ملعب أستاذ مختار التتش النهاردة كمان الدكتور أحمد أبعابلة طبعا دي لقطات لشادي حسين نجم النادي الأهلي الجديد القادم من سيراميكا وأحد اللاعبين إن شاء الله يكونوا اضافوا بالنسبة للفرقة وترحيب لعب النادي الأهلي واستقبالهم لشادي حسين صفقة الأهلي الجديدة ممكن هو كان موجود مع منتخابنا الوطني لكن الاختيارات اللي اختارها فيتوريا للمعسكر أو لمطشين الوديين ما شاملتش اسم شادي حسين فبالتالي نضمه مباشرة لو معسكر النادي الأهلي عشان يستعد لموسم الجديد فيعني ده ترحيب معتاد باللعبين الجدد في مختلف الأندية بالمناسبة وإن شاء الله بإذن الله يكون عنصر إضافي وفعال لقايمة الأهلي للموسم الجديد وإن شاء الله يكون لعب مميز جدا ونستنين منه كتير يعني زي ما حالكم شايفين طبعا دي لقطات من المران كلينا أكمل لكم أخبار الفرقة الدكتور أحمد أبو عبد طبيب الفريق اللي في الحقيقة بيعمل مجهودات عظيمة قوي قوي مع اللاعبين المصابين يمكن القايمة خلاص ابتدت تقل قوي بخصوص المصابين في النادي الأهلي هنا حديثه النهاردة عن أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق اللي كان عنده شد في العضل الخلفية أحمد نبيل كوكا ماشي بشكل جيد جدا في المراحل الأخيرة من التأهيل قبل الانتظام في التدريبات الجامعية للفريق وبيتحسن بشكل بدني وطبي ملحوظ وإن شاء الله بإذن الله يقدر يشارك في أقرب فرصة ممكنة بعد شفاءه التام وجهزيته التامة بعد الإصابة ويكون مع الفريق في التدريبات الجامعية من العناصر المهمة بالمناسبة كوكا في الحقيقة وأكيد إضافة بالنسبة للفريق كمان من أحد العناصر المترقبين جدا مستواهم في الموسم الجديد مين هو بيرسي تاو بيرسي تاو لعب النادي الأهلي وانا معها في حاجات كتير جدا محتاجة تتوضح بخصوص بيرسي تاو لأن فيه ناس بتحاول تصور لك صورة أن بيرسي تاو يعده إصابات مزمنة وفيه ناس برامجها كلها أيمة على بيرسي تاو لو ما جابش سيد بيرسي تاو ممكن يندس تزعق له هناك كله إيه اللي أنت عملته إذا أنت إذا ما تكلمتش على بيرسي تاو فتوضيح على الصورة توضيح على الصورة بيرسي تاو لعب ما عندهش أي إصابات مزمنة بيرسي تاو في مسيرته كلها مع النادي الأهلي من ساعة مجيئة هما ثلاث إصابات عضلية منهم إصابة قررت بسبب قرار من مدير فن أنا بقولك بمنتهى الوضوح في إصابة عضلية جي بيها في العضلة الضمة من منتخب جنوب أفريقيا أول ما الأهلي تعقد معاه لعب وبعد كده تعالج منها وشوفي تماما ومع عودتوش الإصابة خالص تمام؟ في إصابة اللي جات له في قبل بطولة كاس العالم الأندية مباشرة كان في العضلة الأمامية القدمه اليومنا فقعد ثلاث أسابيع بيتعالج فبالتالي ما شاركش برضه في بطولة كاس العالم الأندية الأخيرة في أبو ظبي الإصابة الأخيرة اللي هو بتعالج منها دلوقتي دي إصابة جات له وتقررت ليه تقررت؟ وأنا اتكلمت في القصة دي قبل كده بس لازم نوضح للجمهور تاني عشان ممكن حد ما كانش سمع الكلام ده قبل كده جات له في العضلة الأمامية في رجله الشمال أول مرة تجيله فبالتالي لما شوفي من الإصابة كان فيه توجه طبي بالتنصيق مع سوارش المدرب السابق للنادي الأهلي مستر سوارش الأفضل أن بيرسي تاو حيشارك يشارك 45 ديئة أو 60 ديئة على أقصى تقذير فكان قرار المدرب ساعتها أن بيرسي تاو يلعبت لـ 94 ديئة كان مطش المطشط في طولة الدوري 94 ديئة بالوقت بدلت ضايع نتج عنها إيه؟ نتج عنها عودة الإصابة لبيرسي تاو فدلوقتي هو بيجهز فبيرسي تاو تصرحات الكابتن سيد عبدالحفيز النهاردة مطمئنة للغاية قال لك هو دلوقتي في المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي والتدريب البدني المخصص لي عشان يقدر ينتظم فيه التدريبات الجامعية مع الفريق وهو خلاص تخلص من إصابته في العضلة الأمامية وحيشارك تدريجيا خلال الفترة اللي جاية في تدريبات الأهلي الجامعية فدي كلها أمور مهمة جدا وأخبار مبشرة خلال المرحلة الحالية نتمنى التوفيق للجميع ودي كمان